اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفقدان البصر وضف ذات المتحدث انه تم نقل الحالات المصابة في اوقات مختلفة الى المستشفى قصد تلقي العلاجات مؤكدا ان خمسة منهم وافت ملمانية ويدكر ان الخمور المسمومة ومواد اخرى تستعمل في التخدير كانت قد قتلت عددا من المغاربة في مجموعة من المدن كوجده والقصر الكبير واخرها بعلالتازي حيث لقي 16 شخصا مصرعهم بخصوص هذه الخمور المخمورة هذه الخمور القاتلة فهناك تسممات بسبب هذه المواد الخطيرة التي يتناولونها فدائما المرجو الاحتياط وخصوصا الناس يكونوا في وضعية تشاردهم ولا يشربوا هذا النوع من الخمور الفاسدة فتكون نهايتهم مأساوية بخصوص واحد الواقعة خطيرة جدا فقد قررت التلفزة قناة التلفزية فرنسية قررت طرد صحفي جزائري اساء للمغرب ولمستشار ملكي هذا الصحفي الجزائري خرج بوحد الخارجة غير محسوبة والآن هو قد تم طرده حيث قررت القناة الفرنسية اغامرسي طرد الكاتب والإعلام الجزائري مهدي غزار بعد هجومه بخطاب مليء بالكراهي والحقد على المغرب وعلى المستشار الملكي وقالت القناة في بيان إنه على إثر التعليقات غير المقبولة التي أدل بها غزار على تلفزيون أجنبي في إشارة إلى القناة الدولية الجزائر 24 قررت إدارة قناة اغامرسي فصل المعني ووضع حد لمشاركته في برنامج وابرزت القناة في نص بيانها أنها ومعد البرنامج ينؤون عن أنفسهم عما صدر عن الكاتب الجزائري التي تم الإدلاء بها بصفة شخصية مؤكدة أنها تصريحاته لا تتوافق مع قيم القناة ومع البرنامج وكان كاتب العمود الجزائري الذي يقطن بفرنسا قد شن هجوما مليئا بالحقد وخطاب الكراهية على المغرب وبالأخص على المستشار الملكي أوندري أزولاي واتهم غزار في تصريحات على قناة الجزائر 24 الدولية أزولاي بالسيطرة على المغرب عن بعد لصالح الكيان الصهيوني مستخدما بذلك لغة معادية للسامية ونمطية هذه الاتهامات البطلة ليست الأولى بالنوعها التي توجه أزولاي بحكم ذيانته اليهودية طالما كان هدفا لهجمات معادية للسامية في وسائل الإعلام الجزائرية في محاولة لتشويه سمعته وتقويض دوره في تعزيز الحوار بين التقافات والأديان هذا وصنكرت شخصية سياسية فرنسية بارزة تصريحات الكاتب المعني حيث عبر إيريكا سيوتي رئيس حزب الجمهوريون عن تضامنه مع أزولاي وصفا مهاجمته بالمخزية ومؤكدا أن تعليقات الجزائرية المعادية للسامية حقيرة وغير مقبولة وطالب السيوتي عبر تغريدة في موقع إكس من القناة الفرنسية حيث يشتغل فيها بفصله وطرده فورا ولم يقف غزار الذي كان ضيفا على القناة التابعة للنظام الجزائري للحديث عما وقعت مع وقع في قمة تيكاد حيث جلبت الجزائر عناصر من البولوزوريو لحضورها لم يقف عند هذا الحد بل واصل افتراءاته وكذبه عن المملكة حين ادعاء السلطات تحضر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بموجب مرسوم ملكي وهي كذبة مفضوحة تفندها الوقائي حيث المدى المغربية تشهد أسبوعيا احتجاجات ربما الأكبر عربيا دعما ومساندة لفلسطين كما قال إن المغرب هي طايلاند إفريقيا التي تمارس فيها الضعار بشتى أنواعها وترويج أيضا المخدرات بحسب زعمه هذا بخصوص الخبر الثالث بعد نجوم رياضة والفن والاقتصاد أمير خليجي بارز يتجول في سوق السمارين بمراكوش بعد سلسلة زوارها البارزين التي لا تنتهي استقبلت مدينة مراكوش في الآوينة الأخيرة عددا من النجوم العالميين لعل أبرزهم كيليان بابي المنطلق الحديثا إلى ريال مادريد الإسباني والدولي المغربي أشرف حكيمي وإدواردو كامافينغا لعب النادي الملكي وانغولو كانتي لعب تشيلس الإنجليزي إلى جانب النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو الذي افتتح فندقا عالميا بالمدينة منذ سنوات كما جدب سحر المدينة النجم الكاميروني كارل طوغو إيكانبي والمغني الفرنسي الشهير باتريك بريال والفنانة الأمريكية كلوي جرايس وآخرين أخر من ظهر بالمدينة الحمراء كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة منذ يوم حيث تداول سياح إماراتيون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للأمير وهو يتجول في أحد الأسواق الشعبية القريبة من ساحة جمع الفناء وبرفقته بعض حراسه شخصيين وبعد ممثلي السلطات المحلية الفيديو أظهر الأمير الإماراتي وهو يمر بالصدفة بجانب سائح شاب بدى رفقة أصدقائه معجبا بهذه الصدفة التي باتت تتقرر باستمرار في مدينة السبع رجال والسبعة آلاف نجم عالمي وربما أكثر كما تظهر هذه الصورة حيث أن الأمير حاكم دبي كان يتجول بدون بروتوكول تقريبا وتم التقاطه من طرف سائح أجنب آخر فقط كان يمر من تلك المنطقة هذه بخصوص هذا الخبر الثالث وأخر خبر هو شرط مرور يلقى إشادة المغرب بعد تحرير مخالفة لابنه نعم شرطي يحرير مخالفة لابنه بداية قراءة الصحف يوم الخميس من جريدة المساء واهتمامها بإقدام شرط مرور في مدينة الصويرة على تحرير مخالفة لمستعمل طريق لم يكن سوى ابنه وذلك بعدما ضبطه يتولى قيادة دراجة نارية دون الالتزام بوضع الخود الواقي على الرأس وعمل الشرط على تطبيق القانون دون أي تمييز لصالح ابنه غير متردد في تحرير المخالفة ونالت الواقع إشادات واسعة النطاق إذ تم اعتبار أن محرر المخالفة صار في اتجاه يخالف الحكايات المتناقلة من مختلف أرجاء المغرب بشأن إقدام مسؤولين على تمكين أي أولاد الفشوش من معاملات تفضيلية للحصول على امتيازات أو الهروب من العقاب عند خرق القوانين كما تطرقت المساء لتنبيه صادر عن فيدرالية اليسار بخصوص ظاهرة الهدر المدرسي في المغرب خاصة أن هذا الاختلال أضحى يكلف ميزانية الدولة خسائر مليار درهم سنويا في الوقت الحالي وقالت اليومية أنه على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد حرص حزب الفيدرالي اليسار الديمقراطي على تنبيه الحكومة إلى العقابات التي يمكن أن تعترض هذه الانطلاق في المناطق القروية كما قامت برلمانية الحزب فاطمة الثامن ضمن سؤال كتابي بتسليط الضوء على غياب الأطر والافتقار لأبسط شروط التدريس مذكرة وزير التربية الوطنية شاكيب بن بوسى بمضامين تقرير لليونيسكو يعلن خسارة المملكة مليار درهم سنويا بسبب الهضر المدرسي وضمن أخبار الحوادث قالت المساء أن عصابة هاجمت مقهى في حي المرجى بمدينة فاس باستعمال دراجة نارية وأسلحة بيضاء مع غاز مسيلي للدموع مستهدفة شابا فر منها بعدما حاول أفراد العصابة سرقت دراجة كان يمتطيها متسببا في خسائر بالمرفق المستهدفة وحالة دعر وسط المنطقة بينما تم فتح تحقيق قضاء في الموضوع للوصول إلى هويات المعتدين مهم نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة هذا فقط أخبار أخبار الوطنية والأخبار المواقع الإلكترونية الوطنية التي أوردت هذه الأخبار شكرا على حسن الإصغاء والتتبع إلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله تخص الأخبار اليومية شكرا لكم جاي سيري